اهلا بكم عادت وحدات الجيش العربي السوري الأمنى والاستقرار إلى ستة قرى جديدة بريف حلب الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم داعش الإرهابي فيها وقد بدأت عناصر الهندسة بتمشيط القرى وتفكيك العبوات الناس في الألغام تمهيدا لعودة الأهالي الذين هجرهم إرهابي داعش إلى منازلهم وحدات الجيش بالتوازي مع عملياتها العسكرية تمكنت من تأمين خروج أكثر من خمسة ألاف مواطن من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في عمق ريف حلب الشرقي عبر ممر آمن وصولا إلى القرى الآمنة وفي ريف حماه الشمالي عادت وحدات الجيش الأمن والاستقرار إلى بلدة كوكب بعد القضاء على المجموعات الإرهابية تكفيرية التي تسللت إلى البلدة وعاثت فيها تخريبا وتدميرا وسرقة للممتلكات العامة والخاصة سياسيا أفادت مصادر مقربة من الأمم المتحدة بأن وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري السوري قدم خلال جلسة المحادثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا استفان ديمستورا ورقة لمكافحة الإرهاب ويذكر أن الوفدة برئاسة الدكتور بشار الجعفر عقد جلسة محادثات هي ثانية له في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع ديمستورا في إطار الجولة الخامسة من الحوار السوري السوري طلب وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي فتح تحقيق فوري في غارة نفذتها طائرة أمريكية في مدينة الموصل الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل عشرات المدنيين وقالت وزارة الدفاع العراقية أن الحيالي أمر بفتح تحقيق فوري بحادثة القصف الجوي التي حدثت في حي الموصل الجديدة في الساحل الأيمن للموصل وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم لجبوري دعا إلى عقد جلسة برلمانية طارئ يوم ثلاثاء المقبل لبحث المسألة تظهر آلاف الأشخاص وسط العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك قبل أربعة أيام من قيام رئيسة الوزراء البريطانية ريزا مي ببدء عملية الخروج الرسمية من الكتلة التي انضمت إليها منذ أربعة وأربعين عاما وصوت نواب مجلس العموم البريطاني في الثالث عشر من الجاري على قانون يسمح للحكومة بالشروع في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف باسم بريكست المتظاهرون تجمعوا وسط لندن واستكملوا مسيرتهم التي أطلق عليها اسم مسيرة الاتحاد من أجل أوروبا في شوارع العاصمة إلى اللقاء